السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم قبل ما نبتدي باستعراض الأوامر اللي هي موضوع فيديو اليوم خليني وضح نقطة هامة ألا وهي أنه أنا لا أتحمل مسئولية أي ضرر ممكن أنه يلحق بنظامك نتيجة تنفيذك لهي الأوامر الأوامر أنا عمالي استعرضها بس لحتى تكون الناس بتعرفها وليس الهدف أني سبب لك ضرر لنظامك لهذا السبب إذا أنت بدك تنفذ أي واحد من هاي الأوامر فيفضل أنك تعمله بماكينة افتراضية والأفضل إذا ما بتعرف شو هي هاي الأوامر وشو اللي بتعمله أنك ما تنفذها أبدا أنا عمالي استعرضها بس لحتى تكون ببالك فهي الأوامر رح قسمها لثلت أقسام أو لثلت أنواع النوع الأول اللي هي الأوامر الضارة هاي الأوامر ما رح تعمل لي أي ضرر أو تلف لنظامي ولكن لازم أني ما استخدمها إذا ما بعرف شو هي أو إذا ما كنت واثق من المصدر اللي جايبه منها اللي جايبها منه النوع الثاني هي الأوامر الخطيرة كمان هاي الأوامر ما بتسبب أي تلف للنظام بس ممكن أن يكون في إلها عواقب وخيمة والنوع الثالث اللي هي الأوامر القاتلة الأوامر القاتلة 99.99% أو 100% رح تتسبب بتلف النظام ورح تكون محتاج لأنك تعمل فورمات وإعادة تفبيت النظام من أول وجديد خلينا نشوف بالقسم بالنوع الأول اللي هي الأوامر الضارة أنا في عندي أمرين أو هو بالأساس أمر واحد ممكن أني نفذه بطريقتين أنا وهو أني حمل أي سكريبت من أي موقع ما بعرف شو هو هذا الموقع ونفذها مباشرة إذا كان الأمر بينتهي أو موجود ضمن الأمر اللي أنا نسخته من الموقع موجود عندي البيب سيجنل البيب ساين وبعدين في عندي باش أو اس اتش أو سودو باش هاي الأوامر بالعادة رح يكون إما عمالي استخدم الWGET أو الCURL فهي رح تكون بشكل تالي فأنا وقت اللي بشوف أي أمر بيبتدي بWGET بعدين في عندي رابط بعدين في عندي داش أو داش بعدين في عندي البايب بعدين في عندي إما اس اتش أو ممكن يكون الأمر موجود في باش أو ممكن أنه يكون سودو اس اتش أو سودو باش فهذا الأمر ممكن أن يشوفه مع الWGET وممكن أن يشوفه مع الCURL فأنا إذا ما كنت واثق من مصداقية الموقع اللي حملت منه هذا الأمر فالأفضل أني ما نفذه بالمرة وهذا الكلام اللي أنا بيحكيه على طول أنه إذا ما لك متأكد من شو هي السكريبت اللي عمالك تنزلها فلا تنزلها إذا ما لك قادر أنك تفتح السكريبت وتقراها وتشوف شو هي الأشياء اللي عمالها تعملها أو رح تعملها فلا تنفذها للسكريبت الأفضل أنك ما تنزل للسكريبت إلا من المواقع الموثوقة الGitHub والGitLab أي موقع ممكن أنك تكون واسق فيه فممكن أنك تستخدم هذا الأمر برجع وأكد أنك إذا كنت قادر أنك تفتح السكريبت وتقراها فافتحها وقراها قبل ما تنفذ الأمر النوع الثاني من الأوامر اللي هي الأوامر الخطيرة هاي الأوامر ما بتسبب لي تلف للنظام وإنما ممكن أنه حتى يكون في إلها العواقب اللي مثل ما حكيت بالبداية العواقب الوخيمة على سبيل المثال رح أعرض ثلاث أمثلة عن هاي الأوامر المثال الأول اللي هي الفورك بومب أو القنبلة الشوكية أنا كل ما شوف أمر أو سكريبت معينة أو شوف بموقع المواقع كاتب لي أنه في عندي على سبيل المثال نقطين قوسين وبعدين قوسين الكيرلي بريسز وبعدين في عندي نقطين وإلخ إلخ إلخ فهذا النوع من الأوامر هو عبارة عن باش فونكشن اللي بيعمله أنه هذا الأمر وقت اللي بنفسه رح يعمل عملية نسخ تلقائية لنفسه فبيعمل نسخ وتنفيذ نفسه نسخ وتنفيذ نسخ وتنفيذ إلى اللا نهاية لغاية ما يستهلك كافة الرام الموجودة عندي بيستهلك الرام الـ CPU ليوصل الاستهلاك للمية بالمية والجهاز بيتجمد بيعمل عملية فريز وبكون أنا مضطر أني أعمل إعادة تشغيل لحتى أقدر استخدم الجهاز من أول وجديد فهذا الأمر ما بيسبب ضرر ولكن رح يستهلك كافة موارد النظام لغاية ما أعمل إعادة تشغيل المثال الثاني اللي هو أني أعطي صلاحيات قراءة وكتابة وتنفيذ لكافة الملفات والمجلدات اللي موجودة بمسار الـ أو باللسلاش فأنا إذا كتبت chmod-r777 بعدين حطيت اللسلاش فبهي الحالة صارت كافة ملفات النظام قابلة للقراءة والكتابة والتنفيذ هذا الأمر كمان غير ضروري وما لازم أنك تعمله أبدا وهو بالأساس هلأ إذا مثل ما أنا ملاحظين أنه أنا لحتى نفذ هذا الأمر داخل كاروت أنا مالي داخل بالمستخدم العادي وحتى مع السولو ما رح يشتغل هذا الأمر فأنت ما لازم أنك تعمله أبدا لأنه ملفات النظام ما لازم أنك تعدل بصلاحياتها أبدا أما المثال الثالث فهو أني أحذف محتويات الهوم بارتشن أو الهوم ديركتري كمان هذا الأمر ما بيدمر للنظام وممكن أني أرجع وإستخدموه بشكل عادي بس إذا عملته لسبب من الأسباب ما بعرف ليش ممكن أنه يخطر على بالك أنك تحذف محتويات الهوم ديركتري ما رح يعود في عندك أي ملفات شخصية كل ملفاتك الكونفجوريشن الصور الأغاني الملفات الفيديو كل هاي الأمور رح تروح فليش لحتى أنك تحط حالك بموقف أنت بيغينا عنه وتستخدم هذا النوع من الأوامر أما النوع الثالث من هاي الأوامر ألا وهو الأوامر القاتلة اللي تنفيذها رح يتسبب بتلف النظام وأنك تكون محتاج لتعمل إعادة تثبيت من أول وجديد لنقول على أحد المواقع أنت شفت في عندك الأمر التالي اللي هو RM-RF نجمة أنت ما بتعرف شو ممكن أنه يعمل هذا الأمر ببساطة اللي عمالك تقوله يا أنه حزف لي النظام طبعاً مثل ما حكيت بالأمر اللي شفتو اللي شفناه قبل هاد أنه هاد الأمر ما بينعمل إلا أنك تكون داخل كاروت وحتى مع السودو ما رح يشتغل بس أنت بيغينا عن أنك تحط نفسك بهذا الموقف فلا تستخدم أمر RM إلا تكون متأكد مرة واثنين وثلاثة من شو هو الملفة عمالك تحسفه ولا تحذف ملفات النظام الأمر الثاني أو المثال الثاني اللي هو بدل ما إني أحذف ملفات النظام إني روح وأكتب بيانات عشوائية على Partition أو على على أرص النظام فهذا بيكون بالعادة بيستخدم أمر مثل DD رح قل له IF يساوي DEV Random وبعدين رح قل له OF يساوي DEV ورح قل له VDA أو SDA أو NVMe 0 N1 B1 اللي هو الأرص اللي مثبت عليه نظامك وقت اللي بتشوفه حد عماله يقل لك أنه نفذ هذا الأمر هذا الشخص بيكون بيكرهك لمرحلة أنه بده يقضي لك على نظامك فلا تروح وتنفذ هذا الأمر لأنك رح توصل لنظام غير قابل للاستخدام وأما المثال الثالث والأخير اللي هو أنك تفرمت البارتشن أو الأرص اللي موجود عليه نظامك أنت موجود أنت وعمالك تستخدم النظام فمثلا إذا قلت له mkfs.ext3 ext4 btrf بعدين قلت له dev vda dev sda dev mvme فأنا بهذه الحالة عمالي قل له فرمتلي البارتشن وخلص أنا الجهاز كله ما عاد بديه فإذا كمال حدا قالك نفذ هذا الأمر هذا الأمر بفرمت البارتشن وما بيعود في عندك نظام بالمرة طبعا الفيديو كان بس لا استعراض هاي الأوامر وخليك على اطلاع عليها الهدف ما إنك تروح وتنفذها لأنه ما بدي إنك توصل لنظام غير قابل للاستخدام إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم آراءكم وتعليقاتكم تركوا لي إياها بقسم التعليقات بالنسبة لأشخاص غير المشتركين إذا شايفين مفيد وممتع فلا تنسوا الاشتراك بالقناة بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله